موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم مشاهدنا الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى مختاراتنا من الصحف لهذا اليوم نبدأها من صحيفة الحياة حيث كتب جمال خاشقجي تحت عنوان سايكس بيكو العجوز يموت وشرق عربي جديد يولد قال فيه ما يجري في العراق اليوم هو امتداد لما يحصل في سوريا جملة صحيحة لولا أن رئيس وزراء العراق الذي اختار أن يكون زعيم طائفة لا شعب يريد أن يفسرها كإرهاب وهو في حرب على الإرهاب مثل ما يردد نظرائه في غير مكان بينما الحقيقة أن كل شيء يتغير في عالمنا عدى الزعماء من الواضح أن نظام سايكس بيكو الذي شكل المنطقة بعد الحرب الأولى انتهت صلاحيته واخترب من إكمال عامه المئة ولكن حدوده ستبقى قائمة على الأقل باعتراف المجتمع الدولي فالحدود مسألة متفجرة ولا يحب أحد فتح ملفاتها وخرائطها من جديد حتى لو بدت عادلة هنا أو كان ينبغي تعديلها هناك غير أن شعوب سايكس بيكو تمر بحال سيولة يتنقلون في شكل هجاتر من إقليم إلى آخر مشكل واقعا جديدا في مشرقهم يكتسحون في طريقهم أهم أدوات التفريقة بينهم والسيطرة عليهم ولكن فجأة نهارت تلك الحدود من دون احتفالات برلينية مثل ما حصل في زمن الوحدة الألمانية وإنما نتيجة تفكك الدولة الأمنية العتيدة بدأ ذلك في العراق بعد سقوط صدام حسين عام 2003 وتكرر في زمن الثورة السورية ضد نظام بشار الأسد قبل ثلاثة أعوام هناك أيضا هجرة المسيحيين من العراق وسوريا التي تكون عادة إلى الخارج بعيدا عن المشرق العربي الطائفية أيضا تفعل فعلها في تحريك هذه الهجرات فسمت فرز طائفي لا ينكره أحد في العراق ولا يبدو أن ثم تضوء في نهاية أي نفق هناك فالطائفية وصلت حتى أعلى منصب في البلاد فرئيس الوزراء نوري المالكي بات يتنفس طائفيا أما بشار الأسد الذي يتحدث كاليبراليا وعلماني فإنه يفكر ويتصرف ويقتل وفق قواعد طائفية مزقت البلاد وستبقى آثارها حتى بعد رحيله وختم الكاتب بالقول ولكن رب ضرة نافعة فحال السيولة التي تعيشها شعوب المنطقة وحدتها بشكل أو بآخر وأزالت ما بينها من حدود إنها تحتاج فقط إلى تنظيم لهذه الحالة يضمن ديمومتها لتبقى الحدود على الخرائط ولكن لنتفكر في صغة ما تضمن حرية العمل والانتقال في المشرق العربي الجديد كتب ميشيل كيلو مقالا في صحيفة الشرق الأوسط تحت عنوان داعش هل هي فصير معارض؟ قال فيه ليس بين نجاحات النظام ما يوازي نجاحه في فبركة وتصنيع تنظيمات أصولية إرهابية قال عند بدء الثورة أنه يقاتلها ليحمي الشعب منها هذه التنظيمات لم تكن موجودة في سوريا قبل قيام الثورة لذلك قرر نظام صنعها وبلغ نجاحه أوجه مع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو داعش كما يسميها السوريون التي قدمت له خدمات جلة تركزت في القضاء على الجيش الحر وانتزاع المناطق التي حررها منه وإخضاعها لاستبداد مذهبي سرعان ما أخذ يقنع الشعب بقبول العودة إلى الاستبداد الأسدي أيضا القضاء على الجهات والأوساط والشخصيات التي أسهمت في إطلاق الثورة وقيادتها ولم يتمكن النظام في حينه من ضربها والاقتصاص منها بالتعاون مع أجهزة المخابرات الأسدية بتطبيق هذا النهج في كل مكان تسللت إليه داعش جراء انهاك وقضب وحدات الجيش الحر المبعثرة والقضاء عليها بينما أدى تعميمه إلى هيجان مذهبي اشتاح معظم فصائل الإسلام السياسي والجهادي التي وجدت نفسها مكرهة على الدخول في مزايدات صعدت التطرف البادئ الذي انخرطت فيه كي لا تتعرض للتآكل والموت خلال الفترة التي مرت على تأسيس داعش لم يقم النظام بمقاثلتها أبداً وإن شلنا قبل نيف وأسبوع غرة يتيمة بالطائرات على حاجز لها وهو أول عمل مسلح ضدها كتنظيم لا مصلحة له في إضعاف قدرته على قتل خصومه وأعدائه في الجيش الحر والقوى الديمقراطية والإسلامية المعتدلة وتساءل كيلو هل يجوز احتساب داعش على المعارضة؟ وهل يصح تحمل قوى تقاتل من أجل الحرية والمواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة مسؤولية أعمال يقوم بها تنظيم يرفض هذه الأهداف بقوة؟ ويقاتل من يقاتل للنظام أو من ثاروا عليه؟ ويكفر الحرية والنزعات المدنية وأنصارهما ويعيد بالقضاء عليهم؟ أليس من الظلم عزو إرهابه الذي لم يقتل إلى اليوم غير خصوم وأعداء الأسدية عزوها إلى ثورة سلمية يقوض وجودها وسيقضي عليها إذا لم تنجح في القضاء قريبا عليه مشاهدين الكرام كتب نادر جبالي مقالا في صحيفة زمان الوصل تحت عنوان المجتمع السوري وشبح التفكك قال فيه يتعرض المجتمع السوري لزلزال مدمر وهو الأعنف والأخطر في تاريخه زلزال يهدد بنفسه وتحويله إلى أثر بعد عين فها هو نظام قاتل لا يرحم يتخذ من مجتمعه عدوا ويعلن عليه حربا ضروصة شاملة عاتية منذ ما يقارب ثلاث سنوات حرب حياة أو موت يستخدم نظام فيها كل أنواع الأسلحة الفتاكة سواء على الصعيد العسكري حيث تعمل آلته العسكرية بكل إمكاناتها وجبروتها على قتل ما أمكن من بشر وتدمير ما أمكن من حجر أو على صعيد التضييق على الناس اعتقالا وحصارا وتجويعا وحرمانا من أبسط متطلبات الحياة أو على صعيد تدمير اللحمة الاجتماعية والروابط المجتمعية وأسس العيش المشترك بين مختلف المكونات حيث يبذل النظام الغالي والرخيص لتأجيج نيران الطائفية والمذهبية التي تقود إلى حروب أهلية كفيلة بتدمير أعرق المجتمعات فما أدراك بالمجتمع السوري؟ عنف نظام المنفلت فتح الجسد السوري الضعيف المثخن بالجراح أمام كل أنواع التدخلات الخارجية والمساهمات القذرة لتزيد من حدة الصراع وتعطي الزلزال مزيدا من القوة والخطورة لكن السؤال الآن والذي يسعى هذا المقال إلى الإجابة عنه هل يقوى الجسد السوري على الاحتمال؟ هل يستطيع المجتمع السوري احتمال جبروت هذا الزلزال والخروج من تحت أنقاضه كيانا واحدا قابلا للحياة؟ نعم الخطر كبير جدا وهو حال ومحدق والمجتمع السوري حديث التكون ولم تتحلم كوناته الطائفية والقومية الواسعة الطيف الفرصة الكافية للانسجام والتلاحم وتكوين جسم وطني فوق طائفي يملك المناعة الكافية للمقاومة والبقاء والصراع العنيف والمديد في سوريا خلال السنوات الثلاث الماضية دمر تلك الروابط الوطنية الهشة وعاد كل سوريا ليحتمي بطائفته أو عشرته أو عائلته لذلك وللأسف أرى أن الأمور ذاهبة باتجاه تفكك المجتمع وتقسيم الدولة وليس تمت من يستطيع إيقاف هذا المسار اللهم إلا إذا التقت الإرادات الدولية بحكم مصالحها على عكس ذلك وبالانتقال إلى صحيفة العرب القطرية حيث كتب عوض سليمان مقالا تحت عروان الإنسانية ومثقفو الأسد قال فيه من المضحك أن نظام بشار الأسد راسل الأمم المتحدة طالبا إليها تجريم الفكر الوهابي وتحريم الانتماء إليه واعتباره فكرا يدعو إلى القتل وسفك الدماء ومن المضحك أكثر أن مجلس الشعب السوري راسل أيضا برلمانات العالم للغاية نفسها وبعيدا عن إجرام جيش بشار الأسد بتقتيل المسلمين السنة ومحاولة إفراغ مدنهم ثم تسليم بيوتهم إلى الشيعة الإيرانيين والحوثيين وجماعة حزب الله فلننظر بهدوء إلى مثقفي هذه الطائفة والذين ادعوا أنهم دعاة فكر وتنوير وطلاب حرية ومساوى أبدأوا مع الممثل بشار اسماعيل الذي قال أنه تحدث مع كلبه واشتكى له كلبه أنه بحاجة لأكل لحم الثوار في القلمون إلا أن بشار اسماعيل قال لصاحبه وكيف تقبل أكل لحم الخنازير؟ أما ابن السفير النظام في عمان بهجة سليمان فقد كتب على صفحته البرامل براملنا والشعب شعبنا نرمي براملنا على من نشاء ولا على قتل أحد بذلك لن أتكلم كثيرا عن مئات المصورات التي ظهر فيها شبيحة الطائفة الكريمة وهم يقطعون الأحياء بالسكاكين أو وهم ينبشون قبور الصحابة أو وهم يقصفون مسجد خالد بن الوليد رضي الله عنه أو المسجد العمر أي فكر يجب أن يجرم إذن؟ وأي فكر لا يتصف بالإنسانية ولا يعرفها؟ وإذا كان ما سبق قد جاء ممن يفترض أنهم مثقفون وعلية القوم فما بالك إذن بشبيحتهم وفساقهم؟ إنه فعلا منطق غريب أن يحاصر نظام الغوطتين سنوات حتى يموت أطفالها جوعا ويشرد نصف الشعب السوري فيموت أطفاله بردا ثم يقصف بلاده بالبراميل والكيماوي ويطالب بتجريم الفكر الوهابي كيف نفهم أن هذا النظام؟ وفي الوقت الذي كان يدمر فيه برزة قلب دمشق بالصواريخ والطيارات كان يسير المظاهرات تأييدا لما يفعل ويجمع المغنين في ساحة الأمويين وسط العاصمة ليهتفوا لأبي حافظ لا يمكن للثورة السورية أن تحقق أهدافها إلا إذا استأصلت شأفة هذا النظام وغيبته عن الوجود للأبد بحيث لا يتمكن بعدها من عودة أو قيام وإلا فستكون الثورة ناقصة بل فستكون بلا قيمة وسرعان ما تكبو من جديد مشاهدين الكرام نشر معهد الدراسات الاستراتيجية أمريكا مقالا تحت عنوان هل تستمر الحرب الأهلية في سوريا عشر سنوات أخرى جاء فيه بدأت الحرب الأهلية السورية في مارس عام 2011 عندما خرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين السلميين للمطالبة في إنهاء الحكم الاستبدادي المتوحش لرئيس بشار الأسد العديد من المتظاهرين السوريين كانوا يأملون في أن يسقطوا ديكتاتوريتهم بسهولة التي زالت بها في تونس ومصر كجزء من عملية إقليمية أطلق عليها اسم الربيع العربي للأسف سوريا بلد مختلف تماما وذلك بوجود ديكتاتورية أكثر عنفا وأكثر رسوخا وعمقا من تلك الموجودة في كل من القاهرة وتونس ولهذا عاقب النظام المتظاهرين المناوئين للحكومة بقمع شديد أدى إلى أن يحمل الكثير منهم السلاح لقتال عدو مصمم على الاحتفاظ بالسلطة بأي ثمن تحت هذه الظروف يخشى العلويون الانتقام السني نتيجة لسنوات سابقة من الحكم السيء للأسد والتمييز الذي مورس ضد السنة ولهذا فإنهم مستعدون للقتال حتى آخر طلق كما أنهم يخشون من ظهور محتمل لحكومة ديمقراطية في البلاد حيث يفوق العرب السنة العلويين من نسبة 6 إلى 1 الأقليات الأخرى التي تعاونت مع النظام خلال السنوات السابقة تخشى أيضا من تعرضها للانتقام في هذه البيئة معظم العلويين وربما الأقليات الأخرى يرون في الحرب الأهلية تهديدا لوجودهم المستقبلين كما ينظر إلى ذلك بأنه أمر غير خاضع للتسوية من قبل العديد من المتمردين نظام الأسد حكم بالخوف وهذا النوع من الأنظمة يتطلب فيه أن يعاقب الناس بكل قوة لعدم ولائهم والإبقاء الآخرين داخل الصف وينظر إلى التسامح على أنه ضعف وبالتالي فإن الوحشية هي الأسلوب المفترض الذي يتبعه النظام في سوريا في مواجهة جميع المشاكل للأسف في الوقت الراهن حتى الحلول الدبلوماسية تبدو بعيدا المنال والحرب ربما تستمر حتى تشعر جميع الأطراف بأنها منهكة ولا يمكنها لاستمرار على الأمريكان أن يدركوا أن ما يدري ربما يكون حربا مرعبة طويلة وعلى المجتمع الدولي أن يضع خططا لسنوات لتقديم المساعدات الإنسانية لأولئك الذين لازلوا في سوريا وأولئك الذين هربوا من حمان الدم وبالانتقال إلى موقع حبر لاري الكتروني الذي نشر فيه تقريرا له عن الوضع الميداني في حلب وإدلب عنوانات مقاتل المعارضة السورية في نزاع مفتوح مع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام قالت فيه بعد حوالي ثلاث سنوات من قتالهم ضد نظام بشار الأسد دخل الثوار والمشطاء السوريون المعارضون في مواجهة ضد المسلحين التابعين لتنظيم الدولة والإتلاف المعارض يدعم الحرب ضده هذا وقد اندلعت معارك شرسة منذ يومين في مناطق شمال سوريا منذ أعلن جيش المجاهدين الذي تشكل حديثا من ثمانية ألوية أعلن الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وأسفرت المعارك عن سخوط عشرات القتلى في صفف تنظيم الدولة إضافة إلى فقدانها السيطرة على العديد من البلدات والمواقع الهامة في شمال وشمال غرب البلاد وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان وكتب إبراهيم إدلبي الناشط في المنطقة الشمالية الغربية من سوريا على صفحته على فيسبوك اليوم عادت الثورة إلى مسارها الصحيح وبدأت أشعة الشمس تشرق على سوريا الحبيب وذلك في إشارة إلى القتال الذي تشنه بعض فصائل المعارضة على تنظيم الدولة واتهم بعضهم تنظيم الدولة بالتأمر مع النظام السوري لتشويه صورة الثورة السورية ومنع الدول الغربية من التدخل بشكل أكبر لصالح المعارضة ويبدو أن المحرك وراء العمليات القتالية الأخيرة كان تعذيب وقتل الطبيب حسين السليمان المعروف باسم أبو الريان هذا الأسبوع وراء أرون لوند الخبر في الأزمة السورية أن رؤية تنظيم الدولة بأنها دولة إسلامية ناشئة تحكم بمذهب إسلامي متشدد للغاية جعل الجماعات المسلحة المعارضة الأخرى تنفر منها وقال لوند المحرر في موقع سوريا في أزمة التابعة لماحد كارينجي أندومينت نرى ما تراه الجماعات الأخرى وهو لقد منحنا تنظيم الدولة فرصة تلو الأخرى لكنهم لم يتركوا للصلح مكانا هذا وقد أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ستين عنصر من الدولة الإسلامية في العراق والشام ومناصريها قتلوا خلال اشتباكات جرت مع مقاتل المعارضة السورية في ريف حلب الغربي وريف إدلب الغربي الشمالي وسعى الائتلاف الوطني للمعارضة السورية وهو جماعة المعارضة الرئيسية للأسد في المنفى إلى تصوير اشتباكات يوم السبت على أنها هجوم مضاد من قبل الجيش السوري الحر ضد القمع الاستبدادي للدولة الإسلامية في العراق والشام وفي تطور ذي صلة أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن التفجر الذي وقع الخميس في الضحية الجنوبية لبيروت معقل جماعة حزب الله وأودى بحياة خمسة أشخاص على الأقل مشاهدين الكرام نشرت مجلة عين المدينة مقالا تحت عنوان لا حياة لمن تنادي قالت فيه منذ البداية لم تتوقف المناشدات السورية للإخوة العرب والمسلمين كي يساعدوهم في محنتهم على كل المستويات وكما هو معروف لم تكافأ هذه النداءات بما أمل السوريون بل أخذت طابعا فرديا من قبل بعض المتحمسين أو دعما سياسيا وعسكريا محدودا ومشروطا في أحيان كثيرة قامت به بعض الحكومات كل بحسب سياساته وحين يدور الحديث عن تلك المشاعر يستدل الكثيرون بمثال متعرف عليه عن استضافة السوريين لإخوانهم وقت الأزمات كما فعلوا مع العراقيين في 2003 وما تلاها واللبنانيين خلال حرب تموز 2006 وفي هذا شيء من الصدق يصعب تصور السوريين بهذا الكرم والتفاعل الجديين لو أن رأي النظام كان حياديا إن لم يكن سلبيا تجاه الحدثين العراقي واللبناني ناهيك عن القضية الفلسطينية التي شبعت ابتذالا ومتاجرة وهذا ما ينطبق أيضا على المنقذين المفترضين الآن الذين ما زال كثير منهم في طور تعلم التهجئة فلماذا كل هذا الإصرار على لعب دور ضحية غدر الأشقاء ونكران الجميل وهنا يأتي الجواب على شكل صورة لا نحب أن نعرفها عن أنفسنا فانعدام القدرة على الفعل والمراهنة دائما على رصيدا وهميا من المراجل لا يكفلان انتصارنا فنتجه إلى الإعلاء من الفروسية المحلية المطعونة من المقربين وما يصاحبه من رغبة عدمية بالانتقام بالإضافة إلى فقدان الأمل من المدد البشري في مجتمعات حكمتها مع عير النخوة وضق الصدر الآن يترى ما السوريون على شطآن أوروبا وفي مطاراتها يطلبون النجوء ويتعرفون إلى القوانين ويشتمون في الوقت عينه الغربا لا إنساني على تقصيره في حق القضية معتقدين ضمنيا أن تركهم لمحور الممانعة وتأخرهم في اكتشاف مشاكلهم هو شيء يستحق المكافأة ويتطلب طوريط بلدان في مأساتنا التي صنعناها وقدسناها ونريد اليوم من يخلصنا منها مع دوام الاعتقاد أن تلك البلدان هي وحوش طامعة بجاذبيتنا وازدهارنا وثرواتنا في تكرار لرواية النظام الأسدي وأشباهه الذين حكمونا بتلك المقولات ومعتجاه لأن هناك قواننا وحكومات متغيرة هي التي تحكم الدنيا للأمزجة والمؤامرات وختمت المجلة بالقول لا أحد يجبر الأوروبيين على استقبال وتوطين اللاجئين السوريين ومساعدتهم الآن إلا أقلاق القانون والتذهب النخوة الزائفة إلى المزبلة بهذا مشاهدنا الكرام تنتهي جولتنا في حديث الصحافة لهذا اليوم شكرا لحسن متابعتكم لنا لقاء متجدد غدا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر